اشتركوا في القناة مندوب ومسؤول التعاقدات في النادي الاهلي للنمسا عشان يحسن كل هذه الامور والملف الخاص بالمهاجم الجديد طبقاً للرؤية الفنية الخاصة بمستر ريني فيلر المدير الفني واللي شاف ان الاهلي محتاج يعني لعيب في الخط الامامي فبالتالي كان يعني خلينا اقول له حركوا بعض الكواليس كده سريعاً ان كان فيه ثلاث اسماء بالتحديد مرشحين بقوة واللي كان مركز عليهم مستر ريني فيلر منهم اليو باجي من ضمن هذه الاسماء وكان فيه كلام على بعض الاسماء اللي كانت قبل كده فيه مفاوضات معها وزي ما كان قال الكابتن سايد كان فيه لعب معينة الاهلي بيتفاوض معه لكن النادي رفض ان هو يتخلى عنه لكن اليو باجي كان فيه طوافق كبير جداً ما بين المدير الفني ولجنة تخطيط الكرة بالنادي الاهلي على استجدام هذا اللعب ومدى الإفادة الكبيرة اللي ممكن يفيد بها النادي الاهلي بإذن الله تعالى خلال الفترة الجاية بإذن الله يكون إضافة ان شاء الله يساهم مع النادي الاهلي في مختلف البطولات احنا عندنا بطولات محلية والبطولة الأهم طبعاً بطولة دوري أبطال الأفريقية طيب دي لقطات لأليو باجي مهاجم النادي الاهلي الجديد ووضح من لقطات دي بصراحة ان هو راجل بيمتاز بضربات الرأس كرته حلوة فريجلو يعني الفوت وورك بتاعه كويس طوله كمان مميز 189 سنتي يعني خلينا أقول لكم بعض التفاصيل على أليو باجي موليد 10 أكتوبر 97 مسيرة الكروية بدأت في نادي كازا سبورت السنغالي ومنه انتقل إلى نادي يورجور دينيس السويدي ومنه إلى ربيد فينة النمساوي شارك مع منتخب السنغال لأقل من 20 سنة فيه خمس مباريات بأم أفريقيا اللي هي تحت 20 سنة فيه 2017 وسجل هدف وحيد شارك كمان مع منتخب بلاده في كاس العالم الشباب لأقل من 20 سنة كذلك فيه أربع مباريات هو مع فريق يورجور دينيس السويدي شارك فيه خمسة أو أربعة وخمسين مباراة سجل خلالهم 15 هدف وصنع أربعة أهداف وكمان مع فريق يورجور دينيس ده اللي هو الفريق السويدي اللي هو أول فريق انتقال لي في أوروبا شارك معهم فيه أكتر من 16 مباراة سجل خلالهم 16 هدف وصنع ثلاث أهداف وأخيرا مع فريق ربيد فينة شارك في 16 مباراة هذا الموسم بس بالتحديد وقدر أنه يحرس ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد الناس تتكلم يعني عدد الأهداف قليل 16 مباراة بالموسم ده بس يعني والمجمل كله المجمل عمل لعب 32 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع ثلاث أهداف ماشي بس مش دايما عدد الأهداف واللي بيبقى مكياس إطلاقا لإمكانيات المهاجم يعني مثلا زي ما احنا عرفنا أن اللعب نضم في شهر فبراير 2019 لفريق ربيد فينة فطبعا الفريق ده كان خلاص عمل قوام الأساسي بتاعهم يعني ممكن ما كانش اللعاب الأساسي أو ما بينزلش غير بديل يعني في الشوت التاني في بعض الفترات وبعض الفترات طبعا لعب كأساسي فبالتالي طبيعي جدا أن أنت تلاقي عدد موبرات أكتر وفيه فارق عن عدد الأهداف يعني لكن دايما دايما مش ده المكاس لكن خلينا نتفرق كده على اللقطات دي اللقطات جيدة جدا في الحقيقة بالنسبة لللاعب السرعة مهمة جدا هي واضحة كده في بعض الكرات تصرفاته وعلى الكرة طبعا مع المدافعين واحد لواحد بيقدر يعدي بعض الأمور الهمة جدا اللي بيقدر يقديها واضح يعني أن ميستر فيلر كان حاطت مواصفات معينة يا ولد يا ولد حلوة دي واضح أنه كان حاطت مواصفات معينة لأ المواصفات دي في اللاعب أليو باجي الأهم الأهم بإذن الله أنه يندمج سريعا مع فريق النادي الأهلي لأنه بصراحة عندنا التحدي الأفريقي ده أبرز تحدي وأهم تحدي بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله يكون عامل أساسي في الفوز بهذه البطولة الراجل كويس بصراحة أنا أول مرة أشوف اللقطات دي كمان أنا شوفت كل لقطات بس مش كل اللقطات دي في الحقيقة واضح أنه لعب كويس جدا ارتقاءه للكرة ممتاز ضربات الرأس جيدة بيتصرف الكرة تحت رجله بشكل ممتاز واضح جدا كمان أنه هو بيجيد كمان على الأطراف ودي من المواصفات اللي كان بيطلبها مستر ريني فيلر مستر ريني فيلر حتى كان بان في تصراحاته أنه بيحتاج دايما للعابين الجواكر اللي يقدروا يلعبوا في كذا مكان عشان يبقى فيه مرونة تكتيكية خاصة بالمدير الفاني يعني يقدر يتصرف خلال المطشاط بالشكل الأمثل طبعا كلما بيبعدنك عدد من اللعبين يقدروا يجيدوا في كذا مكان فده حيكون إضافة لفريق الراجل واضح أنه بيلاعب على الطرفين بشكل كويس واضح أنه كمان مهاجم وقناص بشكل رائع طبق هذه اللقطات مميزة ومهمة لكن الأهم اللقطات اللي احنا هنشوفها خلال الفترة الجاية بالنسبة لللاعب مع النادي الأهلي واصقين فيه واصقين في اختيارات لجنة التخطيط للقرة ومستر ريني فيلر وإن شاء الله بإذن الله يكون إضافة كده النادي الأهلي خلص بقى موضوع الاستدال بغض النظر من اللي حيخرج لأن الكلام كتير جدا يقول لك شوية حد يقول لك أزارو شوية حد يقول لك جيرالدو حتى هذه اللحظة في تشاور لسه استقرار نهائي بشكل رسمي لسه ما حصلش ممكن يكون فيه واحد منهم أقرب أنه يمشي ممكن النسب تكون عند واحد من الاتنين اللي فيه كلام عليهم أنه يمشي تكون أعلى لكن لغاية دلوقتي قرار رسمي من النادي الأهلي أن أليو ديانجا حيكون على حساب مين لسه بشكل رسمي ما حصلش عشان برضو الأمور تبقى واضحة لكن في كل الأحوال أنا قلت أليو ديانجا أليو بادي ناشى معنا عطلق وبقى اتنين أليو فمش مشكلة المهم من الاتنين إن شاء الله بإذن الله يساعدوا جمهور النادي الأهلي كده أهلي خلاص خلاص موضوع لصفقة المتوعة يناير جبنا كهرباء مدى تأثيره طبعا لعيب مميز جدا شوفنا في مرات طنطن بارح وجبنا أليو باجي المهاجم السنغالي المميز وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يساهموا في مختلف البطولات على المدى كمان البعيد يعني دلوقتي وبعد كده ولعيب عنده اتنين وعشرين سنة ده أمر مميز جدا كمان